البطاطس الحرة بتاعتي الاكسترا اكسترا سوس دقوها بجد مش هتقدروا توقفها حلوة قوة تعارفين ايه مشكلتي انا كل ما اروح اكل في حتة على طول يجيبولي البطاطس بس الحبشتكنات اللي عليها نقص حاجة قاعد قولهم ممكن لو سمحت اكسترا اكسترا سوس طب زودلي ده شوية طب زودلي ده شوية فانا قررت النهاردة هعمل لكو الاكلة اللي انا بحبها من المطبخ اللبناني البطاطس الحرة بس المرة دي هعملها لكو اكسترا اكسترا سوس هنجيب البطاطساية احنا عايزين نعملها مكعبات زي المكعبات اللي بنحطها في الكباب الحلة هنعمل كده 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 نفس الحكاية اقطعها من نص كده 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 انا دلوقتي قطعنا البطاطس حطينا الزيت يسخن فعلى ما الزيت يسخن هابدأ اعملكو السوس اول حاجة هنحط زيت زتون هننزل التوم في الزيت لو ما فيش زيت زتون ممكن زيت عادي هو بس بيدي طعم لذيذ هنقلبه لحد ما الكوزبرة الخضر برا الخضرات تتبل شوية بعدين هنحط معلقة صالصة هنحط رشة ملح نكمل تقليبه نقلبه لحد ما يتبل خالص وكده السوس بتاعنا جاهز ودلوقتي السوس بتاع البطاطس الحارة الاكسترا اكسترا جاهز بالوقتي الزيت بتاعنا سخن ننزل بالبطاطس بشويش خلي بالنا ما نتلاس وعش طلعنا البطاطس من على النار وحلوة ومقرمشة جدا فهنروح تلقينها في البولة دي طبعا انا حطيت بولة كبيرة عشان خاطر اعرف اميكس السوس حلو وايه ويبقى اكسترا اكسترا سوس ويدي على كل البطاطس يلا الميكس بقى ننزل بقى ايه البطاطس الحارة بتاعتنا بصوا ادي ايه السوس اللي فيها ومع انها مليانة سوس مش هسيب ولا نقطة سوس جوه البولة عشان انا بحب السوس كله اكسترا اكسترا نلمه وكده وننزله ممي 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 البطاطس الحارة بتاعتي الاكسترا اكسترا سوس دقوها بجد مش هتقدروا توقفها حلوة اه كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة